اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة انتقاد روسي حاد للغرب وموقفه من الحرب الروسية الأوكرانية عبر عنه وزير الخارجية الروسي سرغي لابروف في خطابه أمام الأمم المتحدة موقف سياسي يرى أن روسيا في موقف الدفاع ضد هجمة غربية تريد تفكيكها فيما يتزامن هذا الموقف مع إجراء روسيا لاستفتاءات في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا بينما تستمر عمليات حشد 300 ألف جندي جديد باتجاه جبهات القتال فإلى أي مدى يمكن لروسيا فرض أمر واقع على المجتمع الدولي في المناطق التي تسيطر عليها وما هي ردود الفعل المتوقعة من المجتمع الدولي ومن الغرب بشكل خاص ومحتمالات الذهاب لحل تفاوضي شامل يظل نجاح بعض التفاهمات الجزئية هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي من موسكو الكاتب والباحث السياسي أندري أونتيكوف ومن برلين الباحث في شأن الأوكراني الدكتور خليل عزيمة نتابع النقاش بعد التقرير من أمام الأمم المتحدة يتعهد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتأمين الحماية الكاملة لأي منطقة أوكرانية تختار الانضمام إلى الاتحاد الروسي واسطى تهديدات باستخدام الأسلحة النووية لافروف قال إن موسكو لم يكن أمامها خيار سوى شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية من قال إنهم عانوا لسنوات من انتهاكات نظام النازيين الجدد لم يكن أمام روسيا خيار سوى شن عملية عسكرية خاصة العملية تهدف إلى حماية الروس الذين يعيشون في منطقتين دونياتسك والوهانسك بأوكرانيا وعلى القضاء على التهديدات التي تواجه الأمن الروسي بسبب تصرفات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة التي تريد تحويل العالم كله إلى حديقة خلفية لها مع شركائها تعاقب الولايات المتحدة المعارضين من وجهة نظرها وأنا أتسأل هنا من هي الدولة التي تدخلت فيها الولايات المتحدة بالقوة وتحسنت أوضاعها يكمل لافروف تساؤلاته أمام المجتمعين في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن نتيجة تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منتقدا ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة تدخلت فيها واشنطن في الشرق الأوسط تتزامن انتقادات لافروف الحادة لواشنطن مع تلويح الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف بشكل صريح باستخدام كل الترسان العسكرية التي تملكها موسكو بما في ذلك النووية منها للدفاع عن أراضيها وهو ما يعني بالضرورة المناطق الأوكرانية الأربع التي تنظم فيها روسيا استفتاءات للانضمام إليها وبينما تدافع موسكو عن الاستفتاءات التي تقول إنها تتوافق مع القانون الدولي نددت أوكرانيا وحلفاؤها بهذه الخطوة وأكدوا أنهم لن يعترفوا بنتائجها وهددت واشنطن والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على روسيا فيما طالبت البعثة الأوكرانية في الأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الاستفتاءات والتصدي لمحاولات روسيا لتغيير حدود أوكرانيا أبدأ النقاش مباشرة مع ضيفي من موسكو أندري أونتيكوفو مع استمرار العمليات العسكرية في الميدان وعدم وجود آفاق للحسم لأي من الجانبين حتى الآن ما الذي ترمي إليه موسكو من خلال تنظيم استفتاءات في المناطق التي تقول إنها تسيطر عليها من الأراضي الأوكرانية أنا أعتقد أن موسكو تسعى لتسجيل الواقع والواقع يقول بأن هناك بعض الأراضي هناك جمهوريات دانيسك والوغانس وكذلك بعض الأراضي الأوكرانية التي تريد انضمام إلى روسيا لذلك أنا يمكن أن أقول بكل صراحة لو أرادت روسيا أن تضم تلك الأراضي فقامت بذلك بشكل مباشر ولكن نحن نعطي الفرصة للناخبين في تلك المناطق في دانيسك والوغانسك في غيرها من الأماكن أن يعطوا أصواتهم حول موقفهم من اندمام إلى روسيا فالكل يمكن أن يصاوت على أو ضد اندمام إلى روسيا هذا هو الموقف الروسي هنا شيء حيوي بالنسبة لموسكو في تشريع هذه الاستفتاءات ونحن بحاجة لتمسك على الأقل بقوانين الدولية والقوانين الروسية قبل أن يتم اندمام تلك الأراضي إلى الأراضي الروسية كيف يمكن التمسك بالقوانين الدولية سيد أندري وهناك اقتطاع لأراضي دولة معترف بحدودها من قبل المجتمع الدولي ومعترف بحدودها من قبل الأمم المتحدة كيف يستقيم هذا التصور مع التصور الذي تطرحه روسيا في نفس الوقت كل المبادئ الدولية تنوص وتعطى الفرصة للجميع أن يحدد مصيرهم فهذا ما يحصل حاليا على الأرض هذا ما حصل في القرم في عام 2014 هذا ما يحصل حاليا مع دونيسك والوغانسك والبعض الأماكن المحافظات في أوكرانيا ليس أكثر أنا من جديد أقول لو أرادت روسيا أن تضم تلك المناطق لا قامت بذلك ببساطة ولكنها من جديد أقول تعطى الفرصة تنظم تلك الاستفتاءات لتكون صورة واضحة على الأقل بنسبة لموسكو نفسها نحن ندرك تماما بأن ربما لا أحد أو ربما فقط بعض الدول ستعترف بنتائج تلك الاستفتاءات ولكن نحن بحاجة إلى الواقع عسكريا قانونيا أنا سأعود إلى النواحي القانونية تحديدا وارتباطها ببعض النواحي السياسية سأعود إليها معك بعد قليل فيما يتعلق بالاستفتاءات ولكن أذهب إلى الدكتور خليل عزيمة ضيفي من برلين مع الطرح الروسي بإجراء هذه الاستفتاءات في الأقاليم التي تقول موسكو أنها تسيطر عليها ما المسارات التي يمكن أن تسلكها كييف في مواجهة هذا الطرح بداية كييف واضحة تماما في اتجاه هذا الطرح ترفض تماما هذه الاستفتاءات المزيفة ودعنا نقول حتى المضحكة نعلم أن عندما يريد تشعب مناطق معينة تقرير مصيرة هو يتم الاستفتاء في حالة سلم وتحت إشراف دول الأمم المتحدة وليس استفتاء ضمن أراضي محتلة مهجرة السكان تم تهجيرهم أريد إجابة بسيطة كيف سيصوت أهالي مريوبل الذي هم مهجرون داخل أوكرانيا على تقرير والاندمام إذن هذه النظرة هي عبارة عن أو هذه الخطوة أعتقد أنها هروب إلى الأمام من جهة روسيا روسيا خسارة ثم خسارة ثم خسارة رأينا نهزام روسيا على أبواب كييف ورأينا السباعة الماضية الخسارة الكبيرة التي ترقتها روسيا والضربة القاسية الآن روسيا وصلت إلى حالة من الواقعية أنها لن تقدر الاستمرار في السيطرة على الأراضي التي احتلتها لذلك تهرب إلى الأمام بمعنى أن هذا الاستفتاء المزيف ستضم هذه الأراضي وستقول هذه أراضي روسية وأعتقد أن حتى المرسوم بضم هذه الأراضي أصبح جاهزا قبل الاستفتاء ويسم توقيعه لأن نعلم أن هذه الأنظمة الشمولية التوسعية استفتاءاتها مزيفة لأول مرة نسمع أن الاستفتاء يتم في البيوت وليس في مراكز الاستفتاء هذه كلها لن ينظر إليها العالم بنظرة جدية ولن يعترف بها أحد كييف تتمسك بوحدة أراضيها وحقها في الدفاع عن أراضيها وهذا ما ستقوم به روسيا بهذا الضم ستعتبر أن أوكرانيا تعتدي على روسيا وستجد مبررا لاستخدام ما تبقى لها من الترسانة العسكرية التي لم تستخدمها وهي الأسلحة النووية ويمكن أن تستخدم قلناها دائما ستستخدم سلاح نووي تكتيكي ستضرب بعض المواقع بالنووية حاولت باتجاه المترسل أيضا هذه النقطة دكتور خليل سوف أأتي إليها أيضا بشيء من التفصيل بعد قليل أريد أن أرجع إليك أستاذ أندري وأنقل إليك السؤال الذي يطرح لكون هذه الاستفتاءات تجري في سياق صراع مسلح ما هي الضمانات التي يمكن أن تعطيها روسيا للمجتمع الدولي على نزاهة هذه النتائج التي ستصدر عن هذه الاستفتاءات إلى أي مدى يمكن الوثوق باستفتاءات تجري تحت سطوة البندقية دعني أن أجيب على سؤالك بشكل غير مباشر ليس مبنيا على الاستفتاءات الحالية بل مبنيا على الاستفتاء الذي جار في عام 2014 في القرم خلال هذه الثمانية سنوات التي لم تكن هناك أي مظاهرات مضادة للسيادة الروسية لم يكن هناك أي وقوف شعبي ضد روسيا لم يكن هناك شيء أليس هو الدليل واضح تماما أن الشعب في القرم والمواطنون الروس في القرم هم مع روسيا وليس مع أوكرانيا هذا ما أقصده فلذلك سنجرب هذه النقطة في الدنيتسك والوغانسك في المناطق الأوكرانية يجب أن ننظر ما الذي سيحصل في القرم لم تكن هناك شيء ضد روسيا أنا أعتقد ومتأكد 100% بأن الاستفتاءات الحاصلة حاليا ستنعاكس الصورة الحقيقية في حال تكون هناك المظاهرات مضادة لروسيا في مستقبل حاليا أستاذ أندري بهذه الحالة روسيا ربما بطريقة أو بأخرى تطلب من المجتمع الدولي أن يجرب نتائج الاستفتاءات ويقيسها ولو بشكل جزئي على ما حدث في القرم ولكن المواجهة الآن الصراع الآن ربما لا يتيح المجال لوقوع مثل هذا أنا لا أعتقد ذلك وبصراحة سيدي يمكن أن أقول روسيا لا تحتم بالموقف لمجتمع الدولي يعني بسبب أن بعض الدول الأخرى مثل الولايات متهلة أميركية وغيرها من الدولة الغربية قد قامت بكثير من الخروقات أكثر بكثير من الخروقات للقوانين الدولية في يوغسلافيا على إراق سوريا ليبيا غيرها من الأماكن حتى في يوغسلافيا لم يكن هناك أي استفتاء قبل تشكيل منطقة كوسفا والعكس روسيا تنظم تلك الاستفتاءات ومن جديد أقول سيتم تجربة تلك الاستفتاءات في المستقبل في حال نحن نشاهد المعارضة وغاصية في حال نحن نشاهد المظاهرات مضادة لروسيا فيمكن أن نستنتج بأن فعلا تلك الاستفتاءات كانت مزيفة ولكن مبنيا على محادثة في القرم نحن يمكن أن نؤكد مئة بالمئة بأن الشعب القرمي كان مع روسيا يعني إذا كان هناك في المناطق الحالية التي تجري فيها الاستفتاءات إذا كان هناك بشكل ملموس معارضة من الشارع في هذه المناطق هل ستنسحب القوات الروسية ستعود أدراجها؟ أنا أعتقد ذلك بسبب من جديد أقول نحن مع تحديد شعوب مصيرهم ولكن حاليا نحن يجب أن نرى الاستفتاءات نتائج الاستفتاءات ومبنينا على تلك النتائج سيتم اتخاذ لو أخذنا الموضوع ولكن من وجهة نظر أخرى أو من جانب آخر في حال استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على هذه المناطق بحكم الصراع العسكري على الأرض كيف سيكون الوضع القانوني لهذه المناطق بالنسبة لموسكو؟ بالنسبة لموسكو هو سيكون خرق لحدود الروسية في حال تعترف روسيا بنتائج تلك الاستفتاءات وسيتم اندمام تلك الأراضي إلى الأراضي الروسية فلذلك كيف أي اعتداء الأوكراني على تلك الأراضي بعد في حال اندمام تلك الأراضي إلى الأراضي الروسية فهو سيكون اعتداء خرقا للحدود الروسية هجوما على روسيا فراد سيكون مناسبا مناسبا بأي طريقة أستاذ أندري كما عبر عن ذلك رئيس مجلس الأمن القومية الروسية سيد دمتري مدفدف بأنه يمكن استخدام كل الترسانة العسكرية الروسية بما فيها الأسلحة النووية أنا أعتقد أنه قبل كل شيء تهذير رسالة إلى الدول الغربية بسبب أن قد تكون لديها رغبة لتشجيع كيف لاستمرار المعارك قرب المناطق الحدودية في نفس الوقت أنا يمكن أن أقول إذا تحدثنا عن الأدوات وصبل فيمكن أن أقول أن روسيا لم تلجع بعد إلى استهداف البنية تحتية الحيوية بالنسبة للجيش الأوكراني محطات الكهرباء سيكة الحديدية غيرها من الأماكن الحيوية بالنسبة للأوكراني وجيشها فلذلك روسيا يمكن أن تلجع إلى هذه الطريقة أنا بصراحة لا أرى أي معنى لاستهداف أوكراني بالأصلحة النووية سواء كانت تكتيكية أو الاستراتيجية نعم أود إليك دكتور خليل ما الذي تعاول عليه كييف من دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة تناقش فيها الاستفتاءات التي تحصل في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بالصراحة لن يكون هناك نتائج نعلم أن الفيتو الروسي سيكون بالمنصاد لأي موضوع يتعلق بذلك ومجلس الأمن لن يعمل بشكل طبيعي إلا بسحب حق النقد أنفيتو من روسيا ولكن تريد كييف باجتماع جلسة لمجلس الأمن بتسجيل نقاط على النواة فضح روسيا بشكل كبير على ما تقوم به من خرق للقانون الدولي وبالتالي سيزيد ذلك من العزل التي يعانيه تعانيه الغدار أو القيادة الروسية روسيا الآن معزولة بشكل كامل ويستمر العزل أكثر فأكثر لم يبقى حول روسيا سوى بضع دول ليست أساسية وليست محورية في العالم حتى الصين ورأينا الهند أيضا كيف تغير الموقف وأعتقد أن الصين بالذات نحن قادمين على تغيير موقف بشكل أكثر بعد اجتماع أو مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني أعتقد سيضر بهذا الاتجاه وبالتالي سيزداد دائما عزلة موسكو من العالم حول العالم وخاصة أن موسكو لو تسمح لي الآن هناك استفتاءات تجرى يمكن أن يصدر قانون في روسيا بضم هذه الأقاليم في حال تابع الجيش الأوكراني تحرير الأراضي التي فقدها سابقا هل يمكن أن تستخدم روسيا أسلحة غير تقليدية وكيف في هذه الحالة يمكن أن يكون رد الغرب مع الأخذ بين الاعتبار مثلا تحذيرات جيك سوليفان من أن استخدام هذه الأسلحة ستكون له أثار كارثية بأي معنى ائتي هذا الكلام؟ إذا رأينا أن منذ البداية تقوم روسيا بمحاولة جر الناتو بشكل خاص إلى المشاركة في هذه المعركة ودائما تقول موسكو أن حربها مع الناتو ولننظر كيف ظهر قانون التعبئة وموضوع الاستفتاء كله جاء بعد الهزيمة الكبيرة والموجعة لروسيا في شرق أوكرانيا في شرق خاركوف والفرار الجماعي الذي شاهده الجميع كيف تركوا الأسلحة والمعدات بكاملها ردا على هذه الخسارة هناك تخوف وبالتالي قامت موسكو بهذه الاستفتاءات والنتيجة واضحة النتيجة كالعادة في مثل هذه الأنظمة ستكون فوق 90% نعم ولحظ ماء الوجه لن يقوله 100% وتعلن والآن مسودة القانون بضم هذه الأرض جاهزة وسيتم يوم الخميس والجمعة إعلانها والمصادقة عليها وبالتالي هم يريدون جر الغرب إلى التدخل المباشر أوكرانيا ستستمر في الدفاع عن أراضيها ستعتبر موسكو هذا خرق للحدود الروسية ولم يبقى كما قلنا حتى أن رأينا أن في الأمس أو الأمس تم إسقاط طائرات مسيرة إيرانية هذا يبين أن روسيا تقنيا وعسكريا ليس لديها حتى القدرة على التصنيع العسكري وترميم ما تخسره في الحرب بدأت تستورد الأسلحة من إيران الثاني جيش في العالم يستورد الأسلحة وبالتالي ستقوم باستخدام أسلحة دووية تكتيكية في مناطق محددة لجر الناتو لكن أعتقد أن الولايات المتحدة والدول الغربية سيكون لها رد قاسي جدا قاسي جدا بأي معنى دكتور خليل؟ بمعنى سيتم حسب بعض التصريحات الأمريكية والبريطانية سيتم إغراق الأسطول الروسي في البحر الأسود طبعا أنا لا أعتقد لهذا المستوى ولكن حتى داخل روسيا بدأت تحركات فأي تهور من هذا النوع ستقوم فيه الإدارة الروسية أو القيادة الروسية فهو إطلاق الناع على النفس وهذا حققت هدفها الذي أسلفت بالحديث عنه وهو جر حلف شمال الأطلسي والدول الغربية إلى مباشرة المعركة بنفسها تماما لأن هذا الروسي في خطابتها دائما للداخل الروسي تقول أنها مهددة من الناتو وأن كل حربها ضد أوكرانيا هو عدم توسع الناتو وجاءت نتائج هذه الحرب بطريقة عكسية الناتو الآن على حدود روسيا فنلندا وسويد قريبا جدا ستكون عضوا في الناتو إذن خسرت حتى المعركة السياسية فيما يتعلق بتوسع الناتو روسيا خسرتها وبالتالي هي تريد أن تثبت للداخل الروسي أن وحدة روسيا معارضة للخطر والكيان الروسي معارضة للخطر رئيس بوتين يلعب على زغزغة النزعة القومية للإمبراطورية الروسية عند الشعب الروسي ولكن أعتقد أن ما زال في هذا الشعب الروسي العظيم الذي عرفناه دائما هناك عقلاء سيوقفون هذا التهور وهناك ورأينا هذه الفكرة أصبحت واضحة وأعتذر منك على المقاطعة دكتور خليل لضيق الوقت أعود إليك أستاذ أندري هناك من يرى أن تنظيم هذه الاستفتاءات ومحاولة فرض وضع قانوني من خلال قوة الأمر الواقع يأتي في سياق اكتفاء روسيا بما حققته حتى الآن وربما يفتح هذا الباب لمفاوضات تنتج حلا سلميا إلى أي مدى يبدو هذا التصور واقعيا من وجهة نظرك هذا السيناريو مفتوح لذلك هذا السيناريو مفتوح ويمكن أن نناقش هذه المسألة ولكن مبنين على مقاله وزير لفروف في الجمعية العامة للأمم المتحدة فالمبادرة يجب أن تكون صادرة ليس من روسيا بل ربما من كيف أو من واشنطن أي من دول الثالثة حول قضية المفاوضات روسيا منفاتحة للحوار ولكن في نفس الوقت هذا الانفتاح للحوار لا يعني بأن روسيا مستعدة أو تصعى لتراجع عن موقفها لتراجع عن مطالبها فما نصع إليه هو فقط احترام المصالح الروسية والمطالب الروسية ليس أكثر وروسيا من جانبها أيضا مستعدة لتحترم المصالح الأخرى وميدانيا أستاذ أندري هل تكتفي روسيا بما حققته حتى الآن أو بالمناطق التي ستجري عليها الاستفتاء باختصار هذا الأمر يتعلق بإمكانية بدأ المفاوضات في حال نحن نتواصل إلى النتائج الملائمة بالنسبة لروسيا فبتبه الحل لنت تكون هناك معنى لاستمرار الأعمليات القتالية ضد الجيش الأوكراني هذا الأمر يتعلق فقط بالمفاوضات والنتائج تلك المفاوضات نعم أعود إليك دكتور خليل الظرف السياسي والميداني بشكل متوازي حاليا هل يقربنا أكثر من حل ربما تفاوضي حل سلمي أم أنه يبعد هذا الحل أكثر فأكثر هو يمكن أن هذه التطورات أن تؤدي إلى فتح قناة للمفاوضات ولكن ليس هناك ثقة من الجانب الأوكراني بجانب الروسي المعروف عن الجانب الروسي غرامه في عملية المفاوضات والاستمرار وكما رأينا مينسك واحد ومينسك اثنين وروسيا دائما تحاول تغيير مضمون أو تفسير ما يتضمنه هذه الاتفاقيات لذلك أوكرانيا لها شروطها محددة أن أي مفاوضات يمكن أن تبدأ عندما ينسحب الجيش الروسي إلى حدود ما قبل 24 فبراير الشباط والتمسلق أيضا بالاستمرار المفاوضات لإعادة القرم المحتل وبقية الأراضي الدونباس إلى الأراضي الأوكرانية وبشكل سلمي لذلك هذه يمكن أن يفتح باب المفاوضات وروسيا رأينا أن تغير موقفها منذ فترة وبدأت تلمح أنها يمكن حدوث مفاوضات نتيجة الخسائل الكبيرة تتكبدها لكن أن جانب الأوكراني مصمم على موقف محدد أن لا مفاوضات قبل انسحاب الجيش الروسي إلى ما بعد حدود 24 فبراير هل يعني هذا أن الصراع العسكري مفتوح بلا آفاق باختصار طبعا مفتوح ورأينا اليوم تم تحرير قران بدونيسك التي تم احتلالها مؤخرا الجيش الأوكراني مستمر بعمري تحرير أراضيه وخاصة بعد أن تلقى الدعم المناسب وسيتلقى ويستمر هذا الدعم المناسب من جهة من جهة أخرى التهديد الروسي لأوروبا لم يحق من جهة باستخدام سلاح الطاقة لم يعطي ثماره أوروبا بدأت تدريجيا بالتخلي بشكل كامل عن الطاقة الروسية وهذا أيضا سيضرب بالإضافة للعقوبات سيضرب القتصاد الروسي وستلقى بشكل كامل الصناعات وخاصة الصناعات العسكرية أشكرك وأعتذر منك وقت برنامجنا انتهى من برلين دكتور خليل عزيمة الباحث في الشأن الأوكراني وأشكر ضيفي من موسكو الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة شكرا منصول لكم مشاهدين الكرام وحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة